ما رأيك دكتور عامر هل الحديث عن إجماع دولي إقليمي على المضي في حصر وحسر دور إيران في سوريا هل يحمل الطرح تزامنا مع الصفقات الجارية في أكثر من منطقة هل يحمل بعض المبالغة لا هو يعني في النهاية هذه أصبحت هي الآن النقطة المركزية بالنسبة للقضية السورية الآن الوصول إلى جبهة الجنوب بمتطلبات واضحة لا ننسى أن اليوم هذه الإدارة الأمريكية منذ استلم ترامب كان واضحا أن إيران هي في رادار الاستهداف الأمريكي جزئيا في موضوع اقتصادي والجزء الآخر في موضوع النفوذ الإيراني في المنطقة عندما نتحدث عن هذه الزوايا نعتقد أننا وصلنا إلى نقطة حاسمة لأنه في النهاية الوجود الإيراني في سوريا بالنسبة للجميع أهميته وخطورته هي في هذه المنطقة في المنطقة الجنوبية في محادات الجولان في المناطق القريبة من حدود التماس مع إسرائيل اليوم باعتقادي هناك تحول لافت الجميع اليوم يجمع أن هذه المنطقة لا يجب أن تسقط في فخ الفوضى يجب إنجاح فكرة الهدوء الموجود فيها كمنطقة منخفضة التصعيد هناك توافق أمريكي روسي أردني في هذا الموضوع هناك لقاء سيتم قريبا قبل عشرين من هذا الشهر عشرين حزيران بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن الحديث بهذه النقاط أعتقد أن الروس أرسلوا رسائل واضحة في هذا الموضوع إيران اليوم أعتقد أن وجودها في هذه المنطقة لم يعد يحظى فعليا بأي قبول لكن هذا لا يعني أن إيران ستنسحب بهذه السهولة من السيناريوهات المطروحة الآن نسبة الإيرانيين هو عدم الخروج من سوريا كاملة ترك بعض المناطق المتفق عليها القريبة والتي تعتبرها إسرائيل أنها مناطق تهدد أمنها تركها مقابل التواجد في مناطق أخرى في سوريا هذه أحد السيناريوهات المطروحة والتي لم يبدو أن الإسرائيليين لم يعارضوا بشدة مثل هذا الطرح على الأقل هناك رغبة الآن في تثبيت هذه المنطقة في إخراج الإيرانيين وطبعا سلمت لروسيا منذ فترة في اجتماع الذي حدث بين التنصيق بين الإسرائيل وروسيا سلمت أسماء الفصائل أماكن تواجدها من قبل الإسرائيليين لروسيا من أجل إتمام صفقة الانسحاب الآن باعتقادي اليوم حجم الضغط على إيران كبير غير معنية إيران بخسارة حلفائها غير معنية اليوم بتشتيت جهدها تعلم أن اليوم ضربة الاتفاق النووي الدفع باتجاه التغير في الموقف الأوروبي زيادة الضغط على روسيا تحويل إيران لفكرة عبء على روسيا كل هذه استراتيجية واضحة أنها تضع إيران اليوم أمام خيارات محدودة مضطرة لتقديم بعض التنازلات لكن هي ستبحث عن تنازلات لا تجعلها تخسر يعني إيران استثمرت منذ بداية الحرب في سوريا إلى اليوم لهذا التحرك الأمريكي يأتي في لحظة قطف الثمار يعني فعليا محاولة إخراج إيران من المشهد السوري من النفوذ السياسي من إعادة الإعمار من التواجد على الأرض كلها تحديات كبيرة لا أعتقد أن الإيرانيين سينسحبوا بهذه السهولة لكن سيبحثوا عن مكتسبات يعني على الأقل تعود حجم الخسارة التي يمكن أن تفرض عليهم عبر هذه التفاهمات الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر